شاب ولسيناوي زيكم عاملين ايه? يا رب كنو كويسين وكل حاجة تكون ماشي معاكم كويس. الفيديو بالنهاردة هنعمل سريع على جزء اه المولي. ركز فيه كويس عشان تلم الدنيا بتاعت المولي. هو درس سهل مفيش في حاجة. فا اه ركز في كل حاجة هنقولها. بيقول لك البلدنج يوني بتاعت اي بتبقى تلات حاجات. يعني اي مادة في الدنيا كيميائية. لاما بتبقى زرة زرتين تلات اربعة. لاما بتبقى فورميلة يعني مركب سواء ايونيك او كوفيلانت. لاما بتبقى موليكيل. وعايز اقول بس حاجة في حتة الموليكيل دي. الموليكيل يا جماعة بيبقى عبارة عن زرتين او تلاتة او اربعة او عشرة او خمسة مسكن مع بعض. يعني الاو دي يا جماعة بقول عليها اكسجن اتم. طب لو بقيت او تو. كده بقى عندي اتنين اكسجن اتم مسكن مع بعض. ما يبقاش اسمهم تو اتمز. لا لو انا جيت قلت اكسجن اتم. تمسك مع هايدرجن اتم. تمسك مع هايدرجن اتم. يعمل حاجة اسمها الووتر موليكيلز. يعمل حاجة اسمها الووتر موليكيلز. اللي هو جزيء المية. بس جوه جزيء المية فيه كم اتم. فيه ثري اتم. واحدة اكسجن واتنين هايدر. بس مسكن مع بعض. مسكن مع بعض. اديتك مثال لطيف جدا. قلت تتفاعل مع اكسجن موليكيل. عشان يطلعوني حاجة اسمها كربون دايكسايد. الكلام ده على الورق زي الفل. الكلام ده على الورق ممتاز. ممتاز طبعا. بس انا مش اعرف. لو انا جوه المعمل. مش اعرف اخد بعيني وحدة كربون اتم. وحطها على اكسجن موليكيل. يطلعوني كربون دايكسايد. ده على الورق صح. ده على الورق صح طبعا. على الورق ها? على الورق. يعني ككتابة صح طب لو انا عايز اعمل ده في المعمل يعني عاوز اخد وحدة كربون احطها على اكسوجين جاز تطلع لي كربون داكسايد قالك هتضطر تستخدم حاجة اسمها مول ايه باشا المول ده قالك المول ده بحسب به الاماونت الاماونت يعني اي مادة كيميائية لو انا عايز اعرف كميتها باشتغل بالمول وقال لي حاجة كمان مهمة ان النمبر اوف اتومز يساوي النمبر اوف مول النمبر اوف موليكل يساوي النمبر اوف مول النمبر اوف اينز يساوي النمبر اوف مول يبقى المول دي يا جماعة وحدة قياس وحدة قياس زي الجرام وزي الكيلو جرام وزي السنتيميتر والاور والسكت بس المول ده بستخدمه عشان اعرف كمية المادة قد ايه ولما اعرف كمية المادة قد ايه هعرف أحطهم على بعض في المعمل ويطلع لي الشكل ده بس مش على الورق حقيقي تمام أنا مش عرف أخد وحدة كاربون أتم يا جماعة الكاربون أتم والموليكل والكمباوند حاجات كانت بيسين باي نيجد آي الحاجات دي يا جماعة لما باجي أحسبها بحسبها بالنانو دايمينشنز عشان هي فأنا مش عرف أخد وحدة كاربون أحطها على أكسجن فيبتدي أتفاعلها مع بعض لا بستخدم حاجة اسمها المول المول ده المول ده قيمة رقمية معينة بتقولي أن القيمة دي تساوي كاربونة لو زودت شوية القيمة تساوي كاربونتين تمام وهكذا بيقولك بيقولك إيه باي باشا بيقولك المول ده جماعة المول ده represent بيمثل amount of chemical substance بيمثل كمية المواد الكيميائية في يعني المول ده وحدة قياس مش بنستخدمها في مصر بس العالم كله بيستخدم المول والمول ده بيعبر لي عن كمية السابستنس أديك مثال بسيط جدا أنا عاوز أخد كاربونة عاوز أخد كاربونة أحطها على أكسوجينة أكسوجين موليكل طيب أنا مش عارف أخد كاربونة بإيدي بس أنا عارف أن الاثناشر جرام دولت أو الاثناشر يو دولت بمثابة كاربونة فأنا همسك الميزان وحط عليه فحم 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 لحد ما يظهر على الميزان اتناشر يبقى الاثناشر دولت الوزن ده بمثابة أتم واحدة طيب أنا عارف أن الأكسوجين بستاشر الأكسوجين الوحدة بستاشر يبقى الاثنين الاثنين بسيرتي تو هبتدي أن أنا أحط على الميزان سيرتي تو أكسوجين السيرتي تو أكسوجين دولت على الميزان حقيقي ها بمثابة اتنين أكسوجين أتم مسكين مع بعض تمام يبقى المول دي يا جماعة وحدة قياس بحسب بيها بحسب بيها بيقولك إيه بيقولك أن اتوم اتوم ده يعلمني حاجة مهم ان عدد المولاقيولات عدد الاتومات يساوي الناب في مول عندي مئة اتوم عندي مئة مول عندي مليونование عندي مليون مول عندي عشرة مولين عندي عشرة مول عندي مئة مول لو انا جد بقول انا عندي كم صوديون والله الصوديون كولورايد قبلي وان يبقى وان موليكل اوف سوديوم كولورايد وان موليكل اوف سوديوم كولورايد يعني عندي وان مول اوف سوديوم كولورايد عندي كام موليكل من الان اس ال عندي تو يبقى تو موليكل يبقى تو مول عندي كام موليكل من السوديوم كولورايد عندي ثري يبقى ثري موليكل ثري مول تمام لو انا عايز اعرف عدد الموليكل اشوف الكوافيشنت فيه كام طب لو عايز اعرف عدد الاتوم عدد الاتوم يا جماعة هبتدي ان انا افصص المركب بتاعي افصصه واحدة سوديوم واحدة سي ال يبقى تو اتم 2 مول اتنين سوديوم بلس اتنين سي ال يبقى تو طالل 4 اتم طالل ما عندي 4 اتم يبقى عندي 4 مول 3 سوديوم بلس 3 سي ال يبقى 6 اتم 6 مول طيب السؤال اللطيف ده بيقولك ايه بلك عاوز اعرف النمبر طبعا الكالسيوم فوسفيت ده عشان الكالسيوم ده والفوسفيت ده الشكل قدامك او يا حبيبالبي عملنا الشكل ها الكالسيوم والفوسفيت يحصل يحصل الفوسفيت بتاعته تنزل الكالسيوم والتو بتاعت الكالسيوم تروح للفوسفيت بس لازمة نفتح براكت ليه لازمة نفتح براكت عشان ده جروب ده جروب بقى شكله كده تعالوا نفصصوا يا باشا لو جينا فصصنا هنا عندي 3 كالسيوم اتم بعد كده التو تتضرب في الفوسفرس وتتضرب في الاكسجين 2 فوسفرس بلس 2 فاربعة اكسجين بايت طالما عندي 3 كالسيوم اتم يبقى عندي 3 مول عندي 2 فوسفرس اتم يبقى عندي 2 مول ايت اكسجين اتم يبقى عندي ايت مول الكلام هو يا جماعة 3 كالسيوم اتم يبقى عندي 3 مول 2 اتم الفوسفرس يبقى 2 مول ايت اتم يبقى ايت مول نيجي على نيجي على الجزء اللي بعد كده بيقول لك ايه بيقول لك عندي حاجة اسمها مولر ماس اكتب كده فوق كلمة مولر ماس المول الواحد في ماس قد ايه المولر ماس ده معناه كده المول الواحد المول الواحد في ماس قد ايه وهو اسمه مولر ماس الماس بتاع وان مول الاول ماس بيقول لك الماس بتاع وحدة اتم بقول عليه اتم او ماس نمبر والله العلماء عشان ما يتعبوناش ولا احنا نتعبهم قال لك اي عنصر في الدنيا بيبقى ليه رقم فوق الرقم اللي فوق ده هو الماس بتاعت الاتوم الواحدة منه يعني لو جيت قلت لك الكربون ب12 الاكسجن ب16 السوديوم ب23 انا عارف اننا الـ 12 الـ 12 اللي فوق دي ده وزن كربونة واحدة دي كتلة كربونة واحدة الـ 16 دي بتاعت كتلة اكسجنة واحدة الـ 23 دي بتاعت سوديوم واحدة ده بقى بسميه 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 اتوميك ماس بس طالما رقم وبيحسب الماس يبقى اكيد اليونت قال لك والله لو انا بحسب اتوميك ماس فوحدة القياس بتبقى بحاجة اسمها الاتوميك ماس اليونت الـ AMU الـ A دي اول حرف في اتوميك الـ M دي اول حرف في الماس اليو دي اول حرف في اليونت وقال لك اختصرنا الـ AMU الى U يعني كده الكربون كربون كتلته كم قال لك 12 U طب الاكسجن 16 U طب السوديوم 23 U الارقام دي اول ما تشوف بعديها U ده كده اسمه اتوميك ماس او ماس نمبر اتوميك ماس او ماس نمبر طبعا يا جماعة الاتوم دي بتبقى حاجة very 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 small الـ Dimensions بتاعت الاتوم بتبقى بالـ Nano Dimension بالـ Nano ها عشان هي very 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 small قال لك الـ Atomic Mass دي لو انا جبتها بالـ Grams يعني الـ 12 دي بقت 12 جرام مش 12 U الـ 16 دي بقت 16 جرام مش 16 U الـ 23 دي بقت 23 جرام مش U ساعتها تتحول من Atomic Mass الى Mouler Mass of Atoms يعني الماس الوحدة الماس الوحدة للمول او المول الواحد الماس بتاعته قد ايه ده اسمه مولر ماس اسمه مولر ماس المول الواحد من الـ Atoms فيهاات م diğer تمام وقال لك بنحسبها بحاجة اسمها gram per mol يعني المول الواحد فيه کم جرام المول الواحد فيه كم جرام او الgram بتاع 1 مول بقى ايه الgram بتاع 1 مول قد ايه الgram بتاع 1 مول قد ايه نيجي بقى على الشكل قدام حضرتك ده انا هنا عندي اركز في الكلام ده انا هنا عندي هيدروجينا هيدروجينا واحدة يعني مول واحد المول الواحد بيبقى فيه رقم تحت ورقم فوق تمام? رقم تحت ورقم فوق نكتب الارقام كلها عشان تكتبهم تاني لو في حاجة واعملك طيب طبعا انا ونبص على الارقام اللي فوق اللي هو الماس نمبر او الاتوميك ماس ماليش دعوة بالرقم اللي ايه? بالرقم اللي تحت الاتوميك ماس يا جماعة بتاع وحدة الهايدروجين الكتلة او الوزن بتاع هيدروجينا واحدة طب ليه حطيت يو عشان قال لي ااتوميك ماس او ماس نمبر طب الكربون طب النايتروجين طب الاكسجين طب السوديوم طب السالفر قلك طب انا بقى مش عايزة اجيب ااتوميك ماس يعني مش عايزة اجيب ااتوميك ماس عايزة اجيب مولر ماس هو هو نفس الرقم بس احط وحدة قياس مختلفة مش انا هجيب مولر ماس يبقى جرام بر مول يعني المول الواحد الاتوم الواحدة من الهايدروجين فيها واحد جرام المول الواحد الاتوم الواحدة من الكربون فيها 12 جرام المول الواحد الاتوم الواحدة من نايتروجين فيها 14 جرام وهكزا. المول الواحد من في قد كده. المول الواحد من السوديوم قد كده. والسالفر قد كده. بيقول لك. لو انا عندي مسلا مسلا يعني. عندي حاجة اسمها الووتر. الووتر دي طبعا مش اتمس. مش اتم. قمال ايه? بقول عليها الووتر موليكيل. الووتر موليكيل دي بقى بيبقى جوها اتمس. تمام? قال لك لو انا هجيب الماس. لو انا هجيب الماس. لحاجة موليكيل بقول عليها موليكيلر موليكيلر ماس او مولر ماس يعني المولر ماس ممكن ممكن احسب بي الماس بتاعت الاتوم او الماس بتاعت الموليكيل بس الموليكيلر ماس لما يجبها لك في السؤال هي هي المولر ماس متتخلطش الموليكيلر ماس هي هي المولر ماس الموليكيلر ماس هي هي المولر ماس الفرق بس في حاجة واحدة ان المولار ماس بتبقى بالجرام لكن المولار ماس اه جرام برمول واحد برمول واحد يعني المول واحد في كم جرام لكن المولار ماس بالجرام مفيش فرق بين المولار ماس مفيش فرق ما بين المولار ماس والمولار ماس قديك مثال لو جيت قلتلك انا عاوز اعرف ال-O-2 وزنها قد ايه والله يا دكتور انا عارف ان الاكسجن الوحدة بسيكستين طب انا عندي كم اكسجينة عندي اتنين هقوم جاي اقيل 2 multiply 60 2 multiply 60 ده يطلع معاك 32 gram per mole انا كده جبت molar mass طب لو molecular mass ما هي molecule لو هجيب الماس بتاع المolecle نفس الكلام 32 بس حط gram بس هي هي بالضبط هي هي المolecular mass هي هي المولماس بالضبط ما فيش فرق ما بينهم اطلاقا طيب الجزء ده اتضربنا عليه مرة واثنين وتلاتة واربعة وخمسة عندي كبر sulfate dot five water قال لك ان عندي حاجة اسمها المولر mass عايز احسب المولر mass بتاع يعني عندي cover sulfate crystals بس هيضريتد يعني فيها شوية مية طيب اتفاقت معاك على اتفاق عشان اجيب المولر mass لمركب زي كده لازم انا فصصه طيب plus ان كل حاجة موجودة في المركب هيديك الماس بتاعتها بكام يعني بص كده على جنب هتلاقي ما اديك الكبر الكبر الواحدة وزنها كام السلفر الواحدة وزنها كام القول واحدة وزنها كام والhydrogen بوان تمام طيب الكبر عندي كبر واحدة بقدي كده سيرتي سيكس بوينت فايف السلفر بسيرتي تو الاكسجين عندي اربع اكسجينات مش واحدة طيب الواحدة بكام يا جماعة بسيكستين طيب هم كام اربعي باربعة في سيكستين بسيكستي فور الدوت دي لما تشوفها حط مكانها بلاص الدوت دي لما تشوفها حط مكانها بلاص واخد بالك لما باجي حط الكبر وبعد كده السلفر وبعد كده الاكسجن كله بلاس يا جماعة. كله بلاس ها? بقول كبر بلاس سالفر بلاس اكسجن بلاس طيب. الفايف دي تتوزع على الهايدروجين وتتوزع على الاكسجن. فايف في تو تن. تن في وان بتن. فايف اكسجن يبقى فايف في سيكستين بايت. هتحسبها طالع معاك الرقم ده بس بالجرام بير مول. جرام بير مول. ضربنا على كلام ده كتير جدا. طب عايز احسب المولر ماس للحاجات اللطيفة دي. نمسك يا باشا اللطيف العسل ده. ونقوم جايين. عندي كمسة واحدة بلاس. عندي تلات اتشات واحدة يبقى اربعة اتش. بلاس. عندي واحدة اوه. خدت بالك. خدت بالك. بشوف عندي كم كربونة. واعمل بلاس. عندي كم اتشاية واعمل بلاس. عندي كم اوهاية واعمل بلاس. طيب. الكربونة الواحدة بكام? هو مدهالي والله. وزن الكربون الواحدة باتناشر. يبقى اتناشر. زايد. عندي اربعة اتشات الاتش بون يبقى فور ملتبلاي ون بلس. عندي كام او واحدة بكام بسكستين. هتحسبهم عالكالكليتر ساني اجيب كالكليتر. كل حاجة جاهزة معنابش. حاجة احسبها عالكالكليتر يبقى تولف بلس فور ملتبلاي سكستين بلس آآ فور ملتبلاي ون بلس سكستين. يطلع معك ثورتي تو جرام بير مول. طيب تعال على السكاروز. نفس الكلام هتيجي تحسب عندي اتنشر كربونا بلس توينتي تو اتش بلس اليفن او. طيب اتنشر كربونا يبقى تولف ملتبلاي تولف بلس اتنين وعشرين اتش يبقى اتش اتش اه اه سوري اليفن او يبقى اليفن ملتبلاي سكستين. هتحسب معك كالكليتر اه دي تولف ملتبلاي تولف بلس توينتي تو ملتبلاي ون بلس اليفن ملتبلاي سكستين. يطلع معك تو هندرد توينتي تو بص 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 بص. جرام برمول. جرام برمول. تمام? طيب. تعال معايا على الجزء اللي بعد كده. بيقولك ابقى احنا حسبنا المولر ماس بتاع الاتوم. عايزين نحسب المولر ماس بتاع الموليك. حاضر. والله انا عندي هنا هايدروجينا واحدة. عندي هايدروجينا واحدة بكام يا باشا. بوان جرام برمول. نايتروجينا ب gew!!!! اوو×6.19.35.5.80 جرام برمول. خلق بالك الارقام دي كلها الارقام اللي فوق. يعني دو. ده 16. ده 19. ده 55.5. وده 80. طيب. انا بقى عايزة اجيب المولير ماس بتاع موليكتل. ممكن اقول على مولير ماس ممكن اقول عليه موليكتلقة ماس. مش هتفرق معي. عندها هايدروجنتين يبقى تنين في واحد. نيتروجينتين يبقاتوو في وفورتين. اوكسوجينتين يبقاتو في سيكستين. اتنين In�� too في عينتيين. اتنين كولورين يبقاتو multiply 35 zero 5.0. electronic are الى برو مين. ال. اه سوري الا الا ايودين Ray يبقاتو multiply 107. خبالك الايودين الرقم اللى فوق 100 2000% جدا. خطلق معاك الدى ارقام دى كلها. طيب خبالك بقى من الحتة دي بيقولك ايه بيقولك يعني حالة المادة ممكن تغير المولر ماس حالة المادة ممكن تغير المولر ماس تعال نشوف قالك انا عندي مثالين عندي حاجة اسمها فوسفرس وعندي حاجة اسمها سالفر الفوسفرس ده لو هو صولد الفوسفرس ده لو هو صولد بيبقى بي واحدة فوسفرس واحدة اتم واحدة من الفوسفرس طب لو هي فيبر قالك لأ أربعة أتم مسكين مع بعض زي ما انت شايف كده طيب لو هو سولد بيبقى S طيب لو هو فيبر بيبقى S بس تمن إسات مسكين مع بعض مسكين مع بعض زي ما انت شايف كده طيب لو أنا عايز أحسب بقى السولفر أو الفوسفرس لازما أفكر حالته الفيزيائية إيه هل هو سولد ولا هل هو فيبر طيب الفوسفرس لو احسب المولرمس بتاعته لو احسب المولرمس هليه عندي فوسفرس واحدة بسيرتي وان جرام برمول طب لو اربعة يبقى مالتبلاي سيرتي وان السالفر بسيرتي تو طب لو تمانية يبقيت مالتبلاي سيرتي تو تمام جامد جدا في قانون يا جماعة قانون ده مهم اهم من اهم حاجة مهمة في حياتك وهو قانون النمبر اوف مولز النمبر اوف مولز يا جماعة بيبقى على مولرمس طبعا المولرمس ده بيبقى بيبقى بشوف المول الواحد من الاتوم او فيه مولرمس ويكتب كده اللي انا بحسبه طبعا اللي انا بحسبه طبعا اكيد طب الماس لا الماس ده بس 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 غالبا بيكون مدهولي غالبا بيكون مدهولي النمبر اوف مول غالبا بيكون مدهولي يعني ممكن يدهولك ويطلب الماس ممكن ما يدهولكش ويديك الماس بس فيه حاجة كده كده مش الدهالك هي المولرمس يعني هيديك الماس ويقولك هات المول انت هتجرى على طول تحسب المولرمس ده حاجة اوتوماتيك كده هيديك المول ويطلب منك الماس انت هتجرى تحسب المولرمس طريقة المسلس دي ألطف كتير لو عايز النمبر اوف مول ماس على المولرمس عايز المولرمس ماس على مول عايز الماس نمبر اوف مول في مولر ماس. وحيات وحيات اغلى حاجة عنك. المولر ماس انا بحسبها جماعة. انا بحسبه. مش بيدهولي. انا بحسبه على طول. ولازم عشان احسبه اعمله فورملا. اخليه مركب عشان اعرف فيه كم اتم وابتدي احسب. النمبر اوف مول لو ادهولك يبقى عاوز الماس. ادك الماس يبقى عايز المول. تمام? انت هتلعب في الحتتين دول بس. اوكي. تعال بقى معي على الحتة اللي جاية دي. ايه الحتة اللي جاية دي يا جماعة? الحتة اللي جاية دي احنا بنشتغل بطريقة لطيفة جدا وهي. ايه بقى? لما يكون عندي طرفين ركز في الكلام ده عشان خطري. لما يكون عندي طرفين ميديك طرف ويسأل عن طرف تاني في نفس الطرف. تاني? بيكون عندك طرفين. يكون عندك طرفين. لهم علاقة ببعض. لازم تعمل. لازم تعمل. اربع دوائر. اربع دوائر كده. الدوريتين اللي فوق دول بقول عليهم نورمل. نورمل. اللي انا بحسبهم. اكتب الكلام ده. النورمل اللي انا بحسبه. طب اللي تحت? بقول عليه ابنورمل. ايه ابنورمل ده يا جماعة? اه ده اللي انا بجيبه يا دكتور. تمام? تاني. النورمل النورمل اللي انا بحسبه. بحسبه من فوق. بحسبه من فوق. سواء مول سواء ماس. انا اللي بحسبه. انا اللي بحسبه والله. طب الابنورمل ده. ده اللي انا بجيبه. يعني اللي انا بجيبه. يعني انا اللي بحسبه. يعني يعني يعني. الابنورمل مديني كزا هيطلب مني كزا. طب واحدة واحدة. تعال معي على الحتة دي حتة مهمة. لطيفة. زريفة. هنحسب بيها. الماس او المول بطريقة الطرفين يكون عندي طرفين قال لك انا ممكن اشتغل يعني الطرف الاول اجيب له ماس والطرف التاني اجيب له ماس الطرف الاول يديني عندهم يديني لي ماس والطرف التاني يطلب مني ان اجيب له ماس وممكن اشتغل بطريقة تانية وهي طريقة ايه بقى طريقة المول ماس يديني مول ويطلب مني ماس يديني ماس ويطلب مني مول. او ممكن اشتغل بطريقة تانية خالص وهي المول مول. يديك الطرفين مول ودي اسهل حاجة. ودي اسهل حاجة. طيب الاول بس تعال اعلمك كم حاجة. لما يكون مديك طرفين لازما تعمل اربع دوايا بالشكل ده. لازم وضروري. طيب مسلا مسلا لو جيت قلت لك انا عندي انا كيحي عندي كارتونة البيض. فيها تلاتين بيضة. طيب اقول لك بقى انا عايز اعرف الميت كارتونة فيهم كام? طيب بشتغل نورمل ايه نورمل ابنورمل? النورمل هو اللي انا بجيبه من المعادلة. الابنورمل اللي بيبقى هو مدهولي. طيب هو مديني ايه? بيقول لان انا عايز اعرف الميت كارتونة فيهم كام بيضة. ده كده اسمه ابنورمل يا جماعة. اسمه ابنورمل. اسمه ايه? اسمه ابنورمل. طب ايه النورمل? النورمل انه كل كارتونة بيض فيها تلاتين بيضة. ده اللي انا جبته من فوقها ان كارتونة البيض فيها تلاتين بيضة. طب المية يا جماعة فيهم كام? وهم جاي عامل ملتيبليكيشن. ده في ده على ده. هتيجي تحسابه على الكالكوليتر هيطلع معك رقم لطيف. هيطلع معك تلات طلاف بيضاء. تمام? يبقى انا بشتغل نورمال ابنورمال ها? نورمال ابنورمال. النورمال ده هو اللي انا بجيبه من المعادلة. بجيبه منفوق. انا بجيبه الواحدة. طيب الابنورمال ده اللي بيبقى جاي من مين? ده اللي بيبقى جاي من آآ سؤال. طيب. نمسك كده الماس ماس. بيقول لي كالكوليت زا ماس اوف كالسيوم اوكسايد. اه. يبقى ده الطرف الاول يا ده كده. ده الطرف الاول. اسمه كالسيوم اوكسايد. بروديوزد فروم زا سيرمال دي كومبوزيشن. يعني خرج من تكسير حراري ميت جرام اوف كالسيوم كاربونيتي. يبقى ده الطرف التاني. ومديني لي برضو ماس. يبقى انا هعمل ايه? انت يا باشا مديني كالسيوم كاربونيت. ادي كالسيوم كاربونيت. لازم انت معارف بقى. الكالسيوم كاربونيت بيبقى شكله كده. ده بوسط افتو. ده ناجة افتو. هيتيرو مع بعض هيتكتب كده. ده الطرف الاول. في ان الطرف التاني. الكالسيوم اوكسايد. طيب واحدة واحدة. هو انا هشتغل. الاخ ده ايه? والله هشتغل الاخ ده ماس. مديني لي ماس فهشتغله ماس? طب وده برضو هشتغله ماس. طالب مني ماس. وقام جاء عامل الاربع كور بتوعنا. ده يا جماعة نورمل. اللي فوق نورمل ولا تحت اب نورمل. ايه? ايه اب نورمل بقى? ايه اب نورمل? عشان ده كلام مهمة قوي. الاب نورمل انا عايز اعرف الميت جرام من ده. الميت اه سوري العشرة جرام من ده. بيطلعوا ماس قد ايه من الكالسيوم اوكسايد. حي. تعال نشوف الماس الاول بتاع ده في النورمل بكام? في النورمل بكام? ده اللي انا بحسبه. ده اللي انا بحسبه. والله انا لو عايز احسب الماس هيبقى المول هيبقى المول في المولر ماس. المول بوان. ماشي. المولر ماس هحسبه ازاي بقى? دكتور معلش وحك. عرفت منين ان المول بوان. يا ابني ما هنا? هنا ما فيش ارقام. يبقى المول عندي واحد مول من الكالسيوم كاربونيت. عندي الكالسيوم واحدة باربعين. بلس. عندي كربونا واحدة باثناشر. بلس. عندي تلاتة اكسجن. يبقى ثري ملتبلاي سيكستين. هتحسبها على الكالكولياتور. على طول كده يطلع معاك مية. يطلع معاك ميت جرام. طبعا المولر ماس بمية. مية في واحد بمية ميت جرام. طيب تعالي احسب الماس هنا. عندي كالسيوم واحدة باربعين. بلس اكسجن واحدة بسيكستين. يطلع معاك فيفتي سيكس جرام. طبعا المول بوان ففيفتي سيكس يديك فيفتي سيكس. طيب. كل ميت جرام. ده اللي انا حسبه. كل ميت جرام من الكالسيوم كاربونات بيبقى فيه او بيطلع لي لما يتحرق فيفتي سيكس جرام من الكالسيوم اوكسويد. طيب العشرة جرام بقى هيطلعوا عقاد ايه? هعمل كروس ايه? كروس هعمل كروس ايه? هعمل ففيفتي سيكس ملتبلاي هندرد اوور اا اا ملتبلاي تين اوور هندرد. يطلع معايا 5.6. 5.6 جرام بس. عندي طرفين اعمل اربع كور. نورمال ابنورمال. النورمال اللي انا بحسبه بشوف بقى انا هشتغل ماس ماس ولا اشتغل مول ماس ولا مول مول. هيطلع معاك الناتج في الاخر. عادي خلص. بقى. طبعا. ده النورمل. ده الابنورمل. اوكي. السؤال اللي بعد كده او الطريقة اللي بعد كده. ان احنا نشتغل مول ماس. هنشتغل مول ماس. قالك. عايز الماس بتاع الان اي سي ال. فين الان اي سي ال لهي? ده الطرف الاول. اكتبه فوق. ان اي سي ال. ماشي. قالك. احسب له ماس. يعني الان اي سي ال ده هشتغلوا ماس يا جماعة. هشتغلوا ماس اه? هشتغلوا ماس. حاضر. فروم تو مول اف سوديوم هيدروكسايد. فين الطرف التاني اهو? ده السوديوم هيدروكسايد. يبقى ده الطرف التاني. اعمل له كورتين بس هشتغلهم مول. هشتغلهم مول. طب انت عايز يا باشا? هشتغل نورمل اب نورمل. النورمل اللي فوق الاب نورمل اللي تحت. طيب. خد بالك لو كان فيه ارقام هنا كنت حطيتها بس ما فيش ارقام فكتبته زي ما هو. انت عاوز ايه? انا عاوز اعرف اللي اتنين مول من السوديوم هيدروكسايد بيطلعوني ماس من السوديوم كونوريت قد ايه. يبقى اللي اتنين مول بيطلعوني ماس قد ايه من الاني اسي قد. طب انا عاوز اعرف هنا في النورمل في النورمل. انا عندي كام مول من السوديوم هيدروكسايد. عندي وان مول. ما هو لو عندي موليكيل بيبقى النمبر اوف مول هو الرقم اللي في كوفيشن. عندي وان مول. الوان مول في قدية ماس. هاحسب الماس. عندي وحدة ايه بتوينت ثري. وحدة سيقل بسيرتي فايف بوينت فايف. عالكالكوليتر توينت ثري بلس سيرتي فايف بوينت فايف. يطلع معايا ففتي ايت بوينت فايف. جرام. طبعا هنا وان مول. فالمولر ماس تضربه في وان يطلع معاك نفس الرقم بالجرام. اللي عايز اقوله بس. كل واحد مول من السوديوم هيدروكسايد بيطلع لي ففتي ايت بوينت فايف جرام من السوديوم كولورايد. طب التو مول هيطلع عد ايه كروس ملتبليكيشن ده في ده على ده. يبقى ففتي ايت بوينت فايف ملتبلاي تو يطلع معايا وان وان سيفن جرام. بس دي الطريقة. عمل ايه باشا? ادي الطرف الاول اشتغلوا مول. هنا الطرف التاني برضو اشتغلوا مول. يبقى دي طريقة المول مول ها? طب الاتنين مول. هيطلع عد ايه? كروس ملتبليكيشن يطلع معاك تو مول. طب انا عاوز اجيب الماس بتاع السوديوم كولورايد. ما هو الماس مول في المولر ماس. المول باتنين. المولر ماس جبناه فيفتي ايت بوينت فايف. هيطلع معاك نفس الناتج بالزبط. جرام. هيطلع معاك نفس الناتج بالزبط. دي طريقة المول مول يا جماعة. ان الطرف الاول اشتغلوا مول. والطرف التاني برضو اشتغلوا مول. وبعد ما اجيب المول اجيب الماس. تمام? تعال على. احلى حاجة في الدرس ده ان انت ممكن بطريقتك وباسلوبك براحتك. طيب. قال لك كالكوليت زمول. اف سوديوم كودورايد. ادي الطرف الاول. ادي يا باشا الطرف الاول. مول. اكتبه فوق الان اس ال. ده الطرف الاول. هشتغله مول. طيب. قال لك. ادي السوديوم هيدروكسايد. طبعا تبقى مصيبة. لو انت مش عارف ان السوديوم هيدروكسايد هو الان واتش. وان السوديوم كودورايد هو الان اس ال. طيب. ادي الطرف التاني. يبقى كده عندي طرفين. والطرف التاني ده مديني ليه مول. يبقى هشتغل لتنين مول. نورمل. ابنورمل. طيب. النورمل يا جماعة ده اللي انا راجيبه من معادلة فوق. انا هنا عندي كام مول. عندي واحد. هنا عندي كام مول. عندي واحد. عايز يا رب اقل لتنين مول. هيطلعوا قد ايه? cross multiplication. هيطلعوا لك اتنين يا حبيبي. هيطلعوا اتنين مول. تمام? طيب. كده يا جماعة نكون خلصنا ساماري درس المول. هركز في كل حاجة. وتفرج على الهوم رو كويس جدا جدا جدا. نشوفكم على الف خير. يلا باي باي.